لن تحملها بعد الآن سوى قدم واحدة وبذلك القدم الوحيدة ستتعثر كثيرا ولن تتمكن من رعي أغنامها مصدر رزقها الوحيد نعمة أو هكذا كان اسمها قبل أن يحول لغم حوثي حياتها إلى نقمة ستلازمها طوال حياتها بصوت متهدج ممزوج بحشرجة الوجع وعينين مملؤتين دموعا وقهرا تروي مأساتها لم تكن نعمة أول ضحايا الحوثي ولن تكون آخرهن فألغام مليش الحوثي الإرهابية المزروعة في الطرقات والقرى والمزارع أودت بحياة آلاف المدنيين وحولت حياة آلاف آخرين إلى جحيم بسبب الإعاقة مثل خارطة البلاد المثقوبة بالأوجاع تبدو يد نعمة المليئة بالشضايا وكحال شعب بأكمله عانى ولا زال يعاني من إرهاب السلالة الحوثية لا تملك سوى الدعاء ولا ترى بابا سوى باب السماء لتشكو حالها وحال البلاد الكثيرة نعمة ومثيلاتها وأمثالها شهود على إرهاب بشع حصد أرواح آلاف الأبرياء ولن يتوقف ربما حتى وإن انطوى عهد الميليشيا طالما وثروتها من الموت التي تقدرها التقارير بأكثر من مليوني لغم زرعتها الميليشيا بحقد على امتداد الجغرافية اليمنية ولا غرابته فلو كان للإرهاب اسم آخر لن يكونه سوى الحوثية